ارقام فضيعة تخلفها من يوم الى اخر قوة الاحتلال الصهيوني جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي الحركة الرياضية الفلسطينية فقدت ما لا يقل عن 270 رياضيا من ابنائها في وقت تحولت فيه 80% من المنشأة الرياضية من مكان مفعم بالروح والحيوية الى ركام ومقابر جماعية لشهداء ومراكز تحقيق وتعذيب في انتهاكات صارخة لكافة القوانين والمواثيق القرية والدولية ملاعب اليرموك وفلسطين ومحمد الدرى وبيت حانون وبيت لاهية ورفح ودير البلاح والنصيرات وغيرها دمرت باكملها ناهيك عن تجريف والتهديم 300 ملعب خماسي و22 قاعة مخصصة لسباحة و12 ملعبا من الصلاة الرياضية المغطاة لكرة السلة والطائر واليد كما حطمت 6 ملاعب مخصصة للتينس 28 مركزا رياضيا لللياقة البدنية خربت عن آخرها المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان دعا اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد الكيان السهيوني تتضمن المسألة والمحاسبة على ما ارتكبته من جرائم بحق الرياضيين الفلسطينيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطع غزة إذ أنه من غير المعقول أن تواصل الفيفا غض الطرف عما يحدث في الجانب الآخر من العالم مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية يحث المرصد على ضرورة أن يشمل غزة ما يحمله الأولمبياد من شعارات تحث على السلام وما ترمز إليه الشعلة بشأن مبدأ الهدنة الأولمبية الرياضة لا تزال منبرا لنصرة القضية الفلسطينية